السعودية تعرق للتوصل إلى اتفاق مع إيران ومن المستفيد من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي للأقصى أبو الصوس يبدو أنه سنة 2023 رح تكون سنة الخير السلام التفاهمات والرواء يعني الموسم الجديد من برنامجنا ممكن يتحول لبرنامج طبخ سفر سياحة اللي بدك والبيينج أي شيء لأنه اللي صاير حقيقة هاي السنة نعمة إيران توقع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية من بينها السعودية وتؤكد تقدم الحوار معها قمة بغداد الثانية التي عقدت على ساحل البحر الميل كانت مناسبة للقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني سنحت الفرصة للحوار الودي الودي بين وزير خارجية إيران ووزير خارجية المملكة العربية السعودية أفدت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومساعد الرئيس الإيراني محمد حسيني التقيا مؤخرا في البرازيل وهيدي الاتفاقات إن شاء الله رح تكبر تتوسع رح تشمل كل الأضايا الخلافية طبعا رح تسألني أنه شو اللي يصاروا ليه هلأ البعض بيقول أنه إيران عم بتسير السعودية كرمال الإعلام السعودي يبطل يعطي صوت للتظاهرات أو أنه النظام عم بيحاول يصرف النظر عن مشاكله الداخلية وأنه هيك عم يعطي انطباع أنه أنا مقبول ومش معزول أبو السوس كله حكي فاضي رح فيجأك اللي صار حوار سعودي إيراني صريح وإيران الحقيقة قرر يتتغير المطلب العربي سواء ما استمعنا إليه من القاهرة أو من الرياض أنه هناك مطالب بتغيير السياسة الإيرانية في المنطقة هل طهران تقبل بذلك؟ لا سياسة إيران لن تتغير في المنطقة يا أبو السوس أصلا مش هيك بسير الحوار أنه هيك بتتغير كيف يا زلمة؟ يعني كيف بدأ إيران تغير السياساتها بالمنطقة؟ في كتير أضايا السعوديين والإيرانيين قادرين يتفاهموا عليها غير سياسات إيران بالمنطقة ممكن يتفاهموا مثلا على معالجات ثقب الأوزون ممكن يلاقوا مقاربات مشتركة لأنقاض السلاح في البحرية بمياه الخليج أي شيء؟ في كتير قصص للتفاهم إذا في نية للتفاهم بس بدأك تبلش بتغيير سياسات إيران يا زلمة بعدين أصلا إيران شو عاملي بالمنطقة؟ للسعودية مقصرة مع إيران؟ فضل يعني لم نشهد قرار سعودي يتعلق في تجريم واشنطن بإغتيال القادة مثلا مثلا يعني مثلا وين الإدانة السعودية؟ مثلا يعني وين إدانة إغتيال سليماني؟ تركلي هلأ سياسات إيران بالمنطقة بس هاي دي مسألة أخلاقية مسألة إدانة الإغتيال مسألة أخلاقية قبل أي شيء مسألة أخلاقية من يمين نتنياهو بقول لك أنه أولوياتي أنا بدي أقصف المفاعلات النووية الإيرانية يحسن لم تصلي عن نبي وين رايح أنت؟ وين تضرب إيران؟ إذا أنت تقربت من إيران رحت عليك خلص انتهت دولة إسرائيل هاي في صواريخ من حزب الله في جنوب لبنان ومن غزة في الجنوب في فلسطين ومن عند أنصار الله في اليمن ومن عند الحجد الشعبي من العراق ومن دمشق ومن سوريا حتكون حرب هاي آخر الحروب في المنطقة هلأ هاي دي هي هاي اللي طلع معاك؟ أوكي خي هول كلهم جماعة آسل سليماني فهمنا بس وإذا واحد يعني راعي ميليشيات فوق هول باليمن وبالعراق وعم تقصفك كسعودية بالصواريخ والمسيارات أو إنه زميله أبو مهدي المهندس عم بيقول بضي يسقط النظام السعودي طب صرف النظر ما بتديني الاغتيال ولا أخلاق يا زلمة لأ منيح اللي مش عم بيطالبه بتماثيل لآسم سليماني بالرياض إذا ناطرين إيداني يعني متواضعين الشباب شو بده يدين الواحد ليدين؟ فعلا بس أبو الصوص انت عم بتضيع الموضوع ما في شي اسمه سياسات إيران بالمنطقة ما في شي اسمه سياسات بده تغيير في شي اسمه سياسات سعودية في المنطقة هي اللي بدأت تغيير ما علي يعني؟ من يهيمن على القرار السياسي المصري يعني السعودية اليوم رسميا تهيمن على القرار السياسي الخارجية في الخارجية المصرية وحتى على العديد من القرارات وهي تريد أن تهيمن على مشكلتها مع إيران أساسا هي أنها تريد أن تهيمن على سياسات باقي الدول العربية طب هيني هيدا أبو الصوص في هيمنة سعودية رسميا قال لك في هيمنة سعودية على قرار مصر ومع لي يعني على قرارات كثير دول عربية أخرى بس تحديد المصر موضوع مهم يعني فيد عم بيقلك رسميا في هيمنة على القرار المصري ورسميا المصريين على علمي رفضين هالشي أنا اتعامل دعم المصر من الأشقاء في الخليق السعودية والإمارات والكويت لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود الدولة دي ما كانتش حتكمل شفت شفت مصر سوبر مرتاح هذا العلاقة مع السعودية أنه شفت في هيمنة لا ما في هيمنة ما في هيمنة بس إيران رأيها أنه مصر مضللة ولازم إنقاذة من الهيمنة السعودية أبو الصوص إيران بتعرف مصلحة دول وشعوب المنطقة أكتر من دول وشعوب المنطقة حالك تفهمها بقى حالك تفهمها ومع ذلك الإيرانيين ما بيتدخلوا بلك مش حكي مش بالحكي حكي ما بيحكوا عن الدول العربية ما فهمت عن شو إيران بدا تحكي بخصوص الدول العربية إذا إيران ما عم تتدخل إذا ما عندها سياسات معادية إذا ما عندها ناس بتشغلهم وبتموني عليهم مثل الميليشيات اللي منتشرة بالمنطقة عن شو بدا تحكي وبأمارة شو بدا تحكي وليه أصلا كان بده يجي قاسم سليماني على الاجتماع ليه ناقش شو شو عنده يحطه على الطاولة ما هو ما بيتدخل وما عنده ميليشيات وما عنده شي خليني أقول كلمتين أي اتفاق إيراني خليجي جدي هو مصلح على المنطقة من دون شك بس جدي وجدي بتعني شغلة وحدة بسيطة إنه إيران تبطل إيران شو بدك يا يعني سير السويد إذا هيك خليك ناطر حبيب انطر شو عندك زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اللي بنغفير إلى المسجد الأقصى وجواره تعبير حقيقي عن طبيعة المشكلة بين الدول العربية وبين إسرائيل وتعبير أكتر عن حجم التناقض بشخصية الدولة الإسرائيلية اللي بتجمع بين أقصى معالم الحداثة التكنولوجية والعلمية والعسكرية والطبية وغيرها وبين أقصى معالم التخلف والتعصب الديني موضوع مهم بيستهل كلام جد مع ساعات الصباح الباكرة نفذ ايتمار بن كفير ما توعد به واختحم المسجد الأقصى المبارك مستحبا معه عددا من المستوطنين وبحراسة من الشرطة الإسرائيلية وفي الحكومة التي أنا عضو فيها لن يكون هناك تمييز ضد اليهود واليهود سيدخلون إلى جبل الهيكل منسق شؤون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس السلام القومي جون كوربي قال بأن الولايات المتحدة تؤيد الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي المقدسة أما عربيا فقامت الأردن باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج وكذلك اعتبرت دول منها السعودية والإمارات ومصر اعتبرت اقتحام المسؤول الإسرائيلي بالخطوة الاستفزازية والتي تنذر بالتصعيد وحملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الممارسات اليمينية المتطرفة طيب إذا أنت مشاهد بالعالم العربي عم تشوف هالخبر وإنت مع مشروع السلام وبدك السلام مع إسرائيل مبارح قبل بكرة وعم تشوف هالمنظر اللي شفناه شو بيطلع معك شو بتقول لحالك بتقول إنه بالعمق اللي رافضين السلام بإسرائيل أعند وأشرس من اللي رافضين السلام بالعالم العربي والنقطة الأهم من هيك إنه أنصار فكرة السلام بالعالم العربي أصلاً فاتحين مشكل إلو أول ما إلو آخر مع التطرف الديني عندهم بدولهم داخل مجتمعاتهم طيب هول كيف بدهم يقبلوا أو يتفهموا أو يبلعوا التطرف الديني عند إسرائيل خير ما أنا التطرف المتطرف عندي مش قابضوا بد يقبضوا عندك التطرف اللي بتعبر عنه زيارة مثل زيارة بن غفير شو بدي هلأ باستجال حول الحقوق ومين حقه ومين قبله واليهودية والإسلام هو حطهنا على جنب حطهنا على جنب عم بحكي عن النفس نفس هذه الزيارة النفس هو نفس أصولي متعصب متخلف طيب كيف بدهم يلاقي مطرح عند ناس رافضين الأصولية والتخلف بمجتمعاتهم كيف هون صميم المشكلة مع إسرائيل أو مع جزء من إسرائيل أنه كل التعبيرات العربية والإسلامية حول السلام والتعايش عم يقابلها جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي بالمزيد من الأصولي والتطرف والتخلف عدى بن يمين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل على رأس حكومة هي السادسة له وتعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل يعود نتنياهو إلى مقاعد الحكم بعد غياب عام ونصف لكن هذه مرة بحكومة يمينية خالصة تضم أحزابا دينية متزمتة وقومية دينية متطرفة تلقبضون على الوزارات الأساسية هم بيتسل إيل سموتريتش وأرييه اللذان سيتنوبان على حقيبتي المالية والداخلية وإتمار بن كفير الذي حصل على وزارة الأمن الداخلي ويؤاف جالانت الذي تولى وزارة الأمن وياريف ليفين الذي تسلم القضاء تعكس الطيار الديني السهيوني المتطرف الذي يشدد على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس إضافة إلى تشجيع لعملية دخول جماعات يهودية إلى باحات الأقصى من جهة نتانياهو بده يحكي عن جوجل وتسلا وأبل وما بعرف شو وتك أبيب مش تل أبيب يعني تكنولوجي هاب بتل أبيب ومن جهة بده يحكي بلغة بين غفير حكومة بهذه التركيبة اللي شفناها بتشبه حكومات حماس وحكومات حزب الله وحتى حكومات داعش أكتر ما بتشبه حكومات الاعتدال واللي يفترض أنه نعم بيصعوا للسلام العربي الإسرائيلي الحقيقي المستدام في شي عجيب في شي عجيب بالعلاقة مع إسرائيل أنت حابب تشوف من إسرائيل حداثتها تقدمها جامعاتها كتابها مختبراتها وإسرائيل مصرة تفرجيك دواعشها وحماسها وأحزاب الله تبعها هذا اللي صاير ولأن بنغفير بيعرف حساسية الزيارة عمل التالي ليك شو هيكي ملعون أعطى الانطباع أنه ألغى الزيارة لدرجة أنه حتى بعض الصحف الإسرائيلية اللي صدرت مبارح معنوني أنه الزيارة ألغيت أنه بنغفير تراجع وناس انتقادوا سبوه حتى بعدين شو عمل راح الصبح بكير قبل ما يكون في ناس اتجول أقل من ربع ساعة بمحيط المسجد وفل طيب لا تحقيق شو لا تحقيق شو ومقابل التفريط بشو كل دول السلام استنكرت سلوك وزير نتنياهو ما بدي أحكي عن الدول اللي أصلا رافضة السلام أو الجهات اللي رافضة السلام الناس اللي مع السلام رفضت زيارة وزير نتنياهو ولو كان نتنياهو عم يحسبها بميزان الجوهرجة بمعنى عقائد بالمبدأ بمبدأ الزيارة بس براجماتي بالشكل وبالإخراج بس لا تحقيق شو ومقابل التفريط بشو المشكلة مع إسرائيل هو أن مصرة تبعث كل الرسائل لأعداء السلام أنه فعلا غير معنية بالسلام بتقويهم وتبعث كل الرسائل للراغبين بالسلام لتضعف إيمانهم بالسلام طيب مين المستفيد المستفيد الأكيد هو التطرف داخل إسرائيل وداخل العالم العربي والإسلام زيارة موفقة وتوقيتها حلو شكل عظيم مرابا نهاية الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر